وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه قلنا يا طرى نحاربهم وانت البلد تستنى كده ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده فكانت القرار لا احنا هنحاربهم وحنبنيه وحنشتغل وانحنا بنقاتل وما حدش كتير بيعمل كده وده كان من فضل ربنا علينا ده كان من فضل ربنا علينا ان احنا مشينا بالطريقة ديد انا عايز اقول لكم ان اللي اتحقق حتى لو انتم شايفينه كتير هو قليل جدا من المستهدف والمطلوب لكن انا عايز اقول لكم ان الظروف اللي بتمر على الدنيا واللي احنا جزء منها بتقول ان المسار ده لو احنا كنا بنفكر نعمله دلوقتي مش هكون مبالغ لو قلت لكم ان قد تكون التكلفة ضعف التكلفة اللي احنا يعني اتكلفتها هذه الحجم البنى اللي تم خلال السنين اللي فاتت فده كان كله من دم ابنائنا ودم ابنائنا ابنائنا يعني كل اسرة كل اسرة يعني كل مصري الناس كانت بتقدم ومش شايفة غير ان هي تقدم ولادها ومعدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة فيه اصعب الاوات فيه اصعب الاوات وفيه اكبر نسب خسائر تحقاقت لم يتوقف ابدا لجندي ولا ضابط صف ولا ضابط نفس المعدلات هي هي ويمكن زادت وانا مش مبالغ لما بقول لكم كده يمكن تكون زادت فالحقيقة يعني الشعب اللي يعمل كده ده بيبقى قرم من ربنا ولازم ربنا كمان يساعده فالحمد لله رب العالمين الحمد لله